طب أنا عايز أخد رأيك في حاجتين الحاجة الأولانية قط اللبس أنت من يعني كنت محظوظ أن الجيل بتاعك كان الفرقة مدججة بالنجوم يعني وإنت قاعد وحطت رجل على رجل كده ممكن تحط تشكيلين لأي مباراة وتبقى محتر تبتدي بأني واحد فيهم صح؟ أنا بيتهايلي أنه السيزن ده شبه شوية الظروف اللي أنت كنت تلعب فيها كلمني شوية عن قط اللبس كلمني شوية على المنافسة كلمني شوية على أحساس اللعبة المتوهجة والمتقلقة لما توضع الدكة وتبقى برق قايمة بس رجل عمد عز أوضح لحضرك على حاجة وده يحسب لمجلس دارة النادي الأهلي معلش أنا قازف عشان نعني سيتعلق ضرب الجزاء مش محتاجة طبعا مش محتاجة فقط يا جماعة آه يعني مش محتاجة بديهية بتشغلوناش بالتوافه الأمور ضرب الجزاء بتاع ميكي سوني مفيش اتنين ممكن يختلفوا عليه عشان يبتدي من أول الموسم عشان نفسنا ما يتقطعش بس تفضل كبتنحك أنا بس عشان اللقطة بتاعت ميكي سوني وهو بيتمسك من إيده وبيتشد وبيقع على الأرض كتجاية فأقولت يعني أنا زي ما تكلمت مع حضرك قبل كده طبيعي أنت هتلاقي حملات ضد النادي الأهلي حملات ضد الحكام لكن كلها مش بطولات مزايفة زي ما الناس بتقول لكن بنتيج بأداء بقوام أساسي مهم في تاريخ النادي الأهلي زي ما حضرك قلت أن أنا كنت موجود من ضمن الأقوى جيل من أجيال تاريخ النادي الأهلي